مولانا التصوف عالمه يعني واسع وفسيح وطرقه المقربة إلى الله متعددة بتعدد الروحانيات مع الله والأسرار مع الله سبحانه وتعالى لكن كقاعدة عامة نشاهد في العقود الأخيرة كثير من المتشددين والأفكار التي يمكن هولت غزو المجتمع المصري ثم لفظها المجتمع المصري لكن بقيت مراكز ثقل لا تزال تراود الناس عن وسطية دينها لماذا ترفض هذه الطيارات القبول بالصوفية؟ لماذا تهاجمها طوال الوقت؟ لماذا تنتقدها طوال الوقت؟ ماذا لها في الصوفية؟ سيدنا النبي لما أتى بالإسلام وكان الإسلام ديانة غيرت وجه الصحابة بعض المستشرقين يقولوا حفاه عراه خرجوا ليغزوا العالم بنى الإنسان سيدنا النبي بنى الإنسان في صورة الصحابة الكرام أخرجهم من الجاهلية أخرجهم من الظلمات إلى النور فعلا غير مفاهيمهم فتغيرت وجهة نظرهم للحياة فتغيرت بعد ذلك قد يكون ما تركه لنا رسول الله من ميراث أصبح عادة لا عبادة التصوف كذلك التصوف له مقومات له أركان له أدلة له وبرامج له أحكام المتصوفة قد يكونوا مالوا وانبهروا بهذا التصوف لكن عملوا زي المسلمين اللي لم يعني يترجموا الترجمة الكاملة عن الإسلام هو داعش دول ولا القاعدة ولا غيرهم ولا الخوارج ولا كذا ما هو منسوبين إلى الإسلام ولكن مع نسبتهم إلى الإسلام إلى أنهم يرتكبون جرائم كثيرة فيشويهون بها الإسلام بالرغم أن المسلمين في فرق كبير بين الإسلام والمسلمين في فرق كبير بين التصوف والمتصوف لما شاع التصوف لكن لم يشع علمه في الناس ارتكب بعض الصوفية بعض الأخطاء من ضمن هذه الأخطاء ما يحدث من بعض المنكرات في الموالج مين اللي أنكر على هذه المنكرات؟ مشايخة الطرق الصوفية مشايخ الصوفية هم اللي أنكروا زي ما مشايخ الإسلام بينكروا على داعش وواغش ومش عارف إيه وكذا إلى آخرة مين اللي بيقول فين الصح وفين الغلط؟ العلمة والعلم لما بينسحب والخلط بين الإنسان وبين المعتقد زي الخلط بين الإسلام والمسلم أو المتصوف والصوفي هو ده السبب اللي خل الناس دي تنتقد إحنا بأنهم نعم ولكن بمعنى لما نلاقي غلط يقع فيه ناس علمنا رسول الله إنه نقول للغلط غلط بس نعلمه أتى أديه ناس وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات الأنوات ذات الأنوات دي كانت شجرة وعليها النشان وكذا وكانوا يعبدوها من دون الله ويروحوا يطلبوا منها الطلبات ففرح عايزين واحدة زي دي يا رسول الله الله خليه عاملها كده علشان نروح برضو نقول ساعتها كده اجعل لنا ذات الأنوات كما لهم ذات الأنوات قال أتسألوني كما سألت بنوا إسرائيل موسى اجعل لنا أليها كما لهم أليها يبقى إذا ما خدتوش بالكم من القضية الكبرى وهي قضية التوحيد وأن الله واحد وفي كل شيء له آيات يتدل على أنه واحد يعني مغلين في الجهالة كده إنما علّمهم علّمهم إن الله واحد أحد فرد صبط يبقى إذا مقامنا معاهم مقام التعليم لما نلاقي غلط نقول إنه غلط ونعلّم بعض الناس واحد يقول لي هو نروح لسيدنا الحسين ونزوره ده صحيح قلت له صحيح قال لي بس دول هناك بيشركوا بالله بتقول زا بيشركوا بالله ازاي أنا تملى روح لسيدنا الحسين أبا شوق شمو شركي لا فيش أي شرك هلا بيسجد القبر قلت له لا بيسجدوش قال أنت روحت هلا لا ما روحتش ما سحد آني قلت له لا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بوح ويشوف إنهم لا بيسجدوا ولا بيعملوا ولا كذا إلى آخر مرّة ظهرني أحدهم من إحدى البلاد الشقيقة وبعدين كان مولد السيدة زينب زينب رضي الله تعالى على وهو له هذا التوجه في الانتقاد للصوفيين فلن أنا أعيز أروح المولد أشوف ما الذي يحدث فيه على أساس أنا تعرفت أبوخه أنه هو بيبحث عن الشركيات وكذا إلى آخره فروحنا فوجدنا أمة لا إله إلا الله هناك ووجدنا الخدمة الخدمة دي عند الصوفيين أنهما يوكلوا الناس ويعملوا لهم شوية أكل وكذا قيام كده هو مرصوصة جنب بعضها يوكلوا الناس علشان قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فنزلوا بعد أن تعمل كده فبقول له ها يعني مظاهر الشرك واضحة فهو قال لي أين هذا الشرك طيب الحمد لله الحمد لله إنه مظاهر الشرك مايش موجودة أصلا قلت له يعني شوف الناس دي هل دون يطعموا الطعام قلت له طب أمت لا إليه اللي الله دي جاي إليه يعني هل يجايين للزيارة كنت نهايتكم عن زيارة وهو اللي بيقول عن زيارة القبور ألا فزوروها قلت له الله يعني ما فيه الشرك قال لي ما فيه الشرك الذي نسمعه لم أرى طيب ده حكيم وعاقل والأمة هتجتمع كده من غير أي حاجة فاللقاء يذيب الثلج يعني لما أنا سمع عن قصواء وألاقي في قلبي حاجة ضدها كده وبعدين نلتقي معاها ونتكلم ويتضح إن القصواء دي بنتحلال كويسة حلوة وإنه ما فيه شرك ومستلج يزوم فالعلاج بتاع القضية دي إن إحنا نجتمع ونلتقي وبلاش حكاية التسامع ده لأن فيه ناس بتنفخ فيه هذا النار من غير حق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة